من أعقد مسائل التوحيد هو فهم التدبير فهم تدبير الله أحيانا نحن نعترض على الله نشوفها كفة قضية إحنا لأن بواطننا قاسرة عن فهم هاي المطالب نقول الله ليش تتسوي يعني هسا هاي شنو يعني إنه هذا وين العدل بالموضوع ليش لأن إحنا ما محيطين بدائرة التدبير والتكوين ما ندري فأرأي يقول هسا هذا يعني يشت شي يعني هذا يعني شنو هذا الغاية من هذا الموضوع شنو يعترض إنسان يقول هسا الله ليش يتشطاني سويني العدالة بالموضوع ينطي ذاك ما ينطيني ليش إحنا نعترض نعترض لأن ما نفهم التدبير لو نفهم منظومة التدبير الإلهي ما اعترض الإنسان خلص الله أعرف بالمصلحة يريد لحاجة يريد لحاجة هو يدرسها يدرسها بكل تفاصيلها ما بيها ما بيها غلط ما تصير ما تصير يريد مرأة مثلا يريد زوجة يريد هاي المرأة مولانا ما قبأ بها عيب هي متدينة هو متدين هي مثلا كذا مساوين كل الأمور هاي إذا صارت أنا عيش سعيد الله بعلمه يدري ذولة إذا تزوجوا وما صرعتم ذرية ما صير هذا يعترض شايفين ورب العالمين جل جلاله يتعاملوا يا أنا على قد عقولنا ما يتعاملوا يا أنا بحسبه بحسبنا يتعامل تشوف العبد يهوس صيح وإتا يا ربي وأنا صلي لك بعد فلا صلي له والله عفو عفو لسا ما أدري في أسفار الأولين ينقلون فتحادثة يقولون أكفة طائر لعله عصفور سهى بيها حكما يقول هذا كان أكثر الطيور مناجات لله يناجي دووو ماذا يناجي الله وكانت الملائكة تأنس بمناجاته يقول فجأة هذا انقطع بطل لا يناجي ولا يغرد ولا يسولف ويا الله والملائكة فقدته بس يمكن هذا العصفور إنسان خليه ببالك بس هي بي حكم بطل بطل فالملائكة استغرب وموسئ له الله عز وجل قال له لا ربي هذا كان أكثر الطيور مناجات سكت فجأة سكت قام لا يعبدك لا يقرأ لك دعاء لا يناجي احنا كنا نأنس بزقزقته هذا سكت يقول الله عز وجل أوحاله بطريقه آخر قال له عبدي أنت كنت تناجيني بطل قال له ايانا زعلان أنا بعد ما ما أدعيك ولا أنا أجيك ولا لدخل قال له ليش قال له هذا عشي أنا بني أنت صار لسنين بيالليه لو ضحاها تود العاصفة تشيل العش ليش ماذا نفعله أنا يقول الله عز وجل قال له أنا أنا خربت إلك قال له ليش بيه غلط تسوي شي موزيين أشو أكثر الطيور أتعبّد أكثر الحيوانات أنا جي ليش تشي قال له لقد جاءت أفعى وإنت نائم أرادت أن تلدغك تقتلك فأنا وديت العاصفة حتى تخرب عشك حتى تطير أنت وهي ما تقتلك إيه يقول فاستحى قال يا رب عذرني مثل هذا العصفور كم موقف مار بيك صير عند الإنسان حاجة يريدها إلا هي الله ما يسويها يدري إذا صارت تخرب تاليتها موزينة العبد لو يفهم السالفة شاسلم أمره لله قال له بكيفك أنا ببالي هاي السالفة تريد تسويها سوما تريد تسوي بكيفك أنت أعرف فلعل الذي أبطأ عني شنو هو خير اللي ليش لعلمك بعاقبة الأمور فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد اللئيم إنك تدعوني فأولي شوف شوف لأم مع الجي هاي النقطة يقول لإنسان يستعجلي يريد إلا هاي الله يدري إذا أنطاه هذا يخرب عليه فيخليه مرات الله بحكمته جل جلاله أنت تدعي تدعي تريد لك حاجة الله ما ينطيها لك الملاكي يقولون يا رب هذا موقع نفسك وقضيها قالوا هذا بس قضيها بعد ما يتعيني خذاها خلص بعد حتى صلاة الصبوع ما يصليها هس يصلي صلاة الليلة ويقرأ دعاء التوسل ويقرأ زيارة عاشورة ويقرأ قرآن حتى أطيها لحاجة خليه يتعبت خلوا مصلحة بيها بس أطيها لا يخرب أحيانا هذا حال العبد يريدها والله عز وجل يدري دعطاها إلى الس وخلونا هذا الملائكة وإحنا هم نأنس بمناجات خلوا يتعبت شوفوا حكمة الله لا تدرك ولا تفهم مرات أكو أنبياء بالتاريخ يقول لك يقول يا رب ليس صارت هاي شلون لأنه يعني تدبير الله لم يبقي على ذي عقل عقل بخل